السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة وصفانات اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حلوة سهلة وسريعة دفعة واحدة كجي رائعة وراقية في الشكل ديالها اسرع حلوة في العالم الوقت اللي ستحضروا فيه الشي او لا يلجوكم ضيوف الغفلة او لا في العيد حضروها راها سهلة بسيطة بدون زبدة وبمكونات متوفرة في كل بيت وما نطولش عليكم نبدأوا على بركة الله كجيه الشيشة 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 يا سلام على بركة الله بسم الله غادي نبدأوا في المكونات لغادي نخليهم لكم مكتوبين على بركة الله كنحتاجوا قبصة من الملح وحبة واحدة من البيض لدائما يستحسن انها تكون بدرجة حرارة المطبخ كأس الا ربع من السقر القياس ديالكأس هو مية وخمسين مليلتر كيس سقر نكات الفانيلا من وزن سبعة غرامات ونصف وكنخلطو السقر مع الفانيلا ومع البيض جيدا حتى كنحسو بان السقر بدك يدوب كنحتاجو كذلك الزيت كنجيبو نفس الكأس لهو قياس مية وخمسون مليلتر كنعملو كأس الا ربع من الزيت كنضيفو الزيت بشكل تدريجي حتى كنضيفو كل الكيميا سفي كذلك نحركو العناصر مع بعضها ومباشرة نضيفو اضافة الضقيق كنضيفو الكأس الاول من الضقيق ما يعدل مئة غرام وغادي نحاولو اننا دائما نغرب له باش كنتفدى وجود اي تكتولات من بعد غادي نضيفو الكأس الثاني من الضقيق غادي نعطيكم الكيميا المضبوطة لان العديد من الاخوات كتلبوها مني كيس واحد من خميرة الحلويات باكين باودر من وزن ثمينياغرام سفي كنخلط الخميرة مع الضقيق حتى باش كتعطينا الخميرة المفعولية لها اكتر سفي غادي نغربلوها وغادي نضيفوها دائما الخميرة كتتخلط مع الضقيق سفي هنا ايا بعد ما غربنا هذوك الكيميا الاولى اللي هي عبارة عن كأسين من الضقيق مع خميرة الحلويات باكين باودر غادي نحاولو ندخلو هاد الضقيق في الخليط السابق غادي نخدموه بسباتيلا او بليد سفي بعد ما كنت حصلوه على هذا عجين اللي كتكون تماسكه غادي نضيفو ملعقة اخرى يعني كنحتاجو كأسين زائد ملعقة من الضقيق ممكن تحتاجو حتى الكأسين ونصف من الضقيق على حسب النوعية اللي استعملتوه الى كانت نوعية جيدة غادي تحتاجو نفس الكيميا اللي احتاجت انا يعني كيميا قليلة كنبدو على بركتي الله كنجيبو العجينة كنقسموها الى نصفين كنجيبو ايناء اخر مستقل اللي غادي نوضعو فيه العجينة اللي قسمنا سافي هنا يا غادي نجيبو العجينة الاولى غادي نضيفو لها واحد ملعقة كبيرة من الضقيق والعجينة الاخرى او العجينة التانية غادي نضيفو لها الكاكاو كيس واحد من الكاكاو ما يعادل سبعة غرام او ملعقة كبيرة سافي حتى الكاكاو كذلك نعملو في غير بال اولفو حد هكا صفايا وغادي نضيفو الكاكاو على العجينة هنا دائما نغربلو باش نحيدو التكاتولات سافي كنجيو وكنحاولو اننا ندخلو الكاكاو في العجينة كنخدموها هكا بالاصابع دينا حتى كتدخل لنا في العجينة وكتنساجم بشكل تام هنا في الاول ضروري كنخليو العجينة تبقى لينا باش من اللي كنضيفو لها الكاكاو وكنضيفو لها دقيق ما تقصاحش لنا العجينة نفس الشيء بالنسبة للدقيق اللي ضفنا العجينة الثانية كنحاولو اننا ندخلوه جيدا في العجين هنا يا على بركتي الله كنرشو سطح العمل بالدقيق فين غنخدموه وكنجيبو العجينة الاولى اللي هي العجينة العادية بدون كاكاو كنحاولو اننا نبسطوها على شكل مستطيل ما كتكون شرقية بزاف وكذلك ما كتكون شغليدة بزاف بوحد ثمك اللي هو متوسط لي غدي تشوفوه معي من بعد في واحد سطح العمل اخر او مثلا ممكن تعملو ورقة طابخة ممكن تعملو بلاستيك غدائي حتى هو كيخدم غدي نجيبو نطلقو العجينة الثانية وكذلك على شكل مستطيل وتكون في الحجم ديالها بنفس الحجم دي العجينة الاولى سافي كنجيبو العجينة الاولى غدي نضيفوليها العجينة الثانية علش كنعملوها في بلاستيكا ولف ورقة طبخة باش جينا سهلة اننا نهزوها بلا ما كتكسر لنا سافي هنا اياه نحاولو نقادوها من الجوانب وكنجيبو سكين او لقطاعة ونقطعوها الى نصفين من بعد على بركتي الله كنجيو وكنبدو نلفو من هاد طرف يعني كنجيو من طرف كندو نلفو طريقا راها سهلو جدا بسيطة ونجيو من جهة الاخرى وكذلك كنكملو اللفة ديالنا من جهة الاخرى كنحاولو اننا نخدموه مثلا بواحد السكين غير باش كنهزو العجينة وكنفرقوها على العجينة الاخرى سافي هنا اياه بنفس الطريقة كنستمرو اذا هكا بنفس الطريقة غادي نحاولو اننا نلفو العجينة اذا بنفس الطريقة كنحاولو اننا نجمعو العجينة مع بعضها يكونوا بنفس السمك او لا يكونوا بنفس يعني نفس اللفات يكونوا فيهم بزوج وكنجيو هكا وكنلسقو العجينة مع بعضها وكنضغطو عليهم باش يلتسقو وما يتفتحوش لنا ونفس الطريقة عملنا للنصف التاني او لا العجينة التانية وكنرشو دقيق من الاسفل ديالهم ومباشرة نجيبو السكين يكون حاد وكنبدو نقطعو العجينة او لا نقطعو الحلوة ديالنا على هاد الشكل واشتو معايا حلوة سهلة سريعة وبسيطة هنا نستمرو بنفس الطريقة اشتو معايا الى لحظو بان السكين كيلتسق لكم شوية بالعجينة فغادي نتعملو في الدقيق هكا باش يولي يقطع لكم بسهولة ويستحسن ان نقوم بحالكة دبحو يعني شوفوا الطريقة يعني متهبطوش على العجينة دفعة واحدة باش تحافظو على الشكل دياله ديال الداخل يعني كتعملو بحالكة دبحو بالسكين على هاد الشكل سافي وهنا يغا نستمرو بنفس الطريقة حتى غادي نقطع كل الكمية ومباشرة كنجيو كنجيبو صافيحة ديال الفن كندهنوها بالزيت جيدا ومن بعد على بركتي الله كندو نوضعوه في الحلوة ديالنا في هاد الصافيحة وماللي كنوضعوها كندغطو عليها على هاد الشكل باش غير ما يبقاش شكل ديال هاكاك تبقى غليدة وكذلك باش الحجم ديالها يجينا حجم كبير بنفس الطريقة كنستمرو كنحاولو اننا نضغطو عليها بالاصابيع ديال اليد ونستمرو بنفس الطريقة حتى كنكملو كل كيمية والان غادي ندخلوها الفرن اللي كيكون ساخن من قبل على درجة حرارة اللي هي مئتان درجة مئوية كننقصو الحرارة بعد ما كيسخن عد باش كندخلو الحلوة على مئة وسيتون درجة مئوية ونخليوها حتى كتتحمر من الاسفل ونحمروها قليلا فقط من الفوق وها هي بعد ما حمرناها من الاسفل والقليل من الفوق يكون هذا هو الشكل اديالها النهائي كتجي فعلا رائعة في الشكل وفي الماضاق وسريعة جدا في التحضير وغادي نقطع معاكم تشوفوا معايا كيفش كتجيه شيشة وفي نفس الوقت مقرمشة انتم مننا تجربوها غتعجبكم مئة في المئة شي حاجة ساهلة وبسيطة وسريعة وغادي تعجبكم اكيد مع لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيعوا دائعوك دمتم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة